طبعا لو تكلمنا على المبادرات في الاقتصاد المعلي فهي كثيرة حقيقة وقد يصعب أن نحن نتكلم عنها بالتفصيل لكن أنا أعتقد أهم شيء في مبادرات الاقتصاد السعودي هو التنمية وتنمية العنصر البشر لأنه اليوم العنصر البشر ورعس المال قد ما يكون عندك عدة وآلة وكذا وطريق العنصر البشر اليوم حقيقة بناتنا وأولادنا يبيض الوجه ونسبة البطالة زي ما قلنا حقيقة وصلت تقريبا إلى المستهدف 7% يعني اليوم نتكلم في الربع الأول من العام الجاري 20-23 7.9% والهدف أن نصل إلى 7% أنا متأكد أن نصل قبل ذلك إذا ما قد نعدل الهدف إلى 5% مثلا نأتي مثلا مبادرات الاقتصاد الإسكان دعني نكون واضحين الإسكان كان من أعقد وأكثر ملف شائكا كان الإنسان السعودي ومواطن السعودي ينتظر 15 سنة إلى أن يحصل على القرض اليوم يحصل على القرض أونلاين في دقائق فهذا اختلاف كبير حقيقة مما كان عليه الوضع بالتالي حسن من نسبة الإسكان من الطموح كنا من 47% إلى 52% وصلنا 60% في 2020 فإذا التعامل مع ملف الإسكان أمر مهم إذن هذه خدمة الاقتصاد للمواطن اليوم عندما نشوف شبكات الطرق اليوم لدينا شبكات الطرق ما بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية والبلديات أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نصف مليون كيلو طولي وهذا يعتبر رقم قياسي بل أزيدكم من شعر بيت المملكة العربية السعودية هي الدولة الأعلى على مستوى مجموعة الجي تونتي فيما يعرف بترابط شبكات الطرق نمناتي للبعد الدولي كلها طبعا بتنعكس على البعد الدولي أنك أنت مثلا أنت من أكبر المانحين فيما يعرف بصندوق الصندوق الدولي International Monetary Fund أنت أيضا داعمين للولد بانك وللمنظمات الأممية من أكبر الدول المانح إن لم نكن الثاني الثالث فنحنا في الثلاثة الأوائل من الدول المانحة فهذا أمر مهم